الجامعة الافتراضية السورية وصول المحاكمات المدنية واحد للدكتور محمد واصل الوحد التعليمي الثالثة عشر بعنوان عوارض المحاكمة الدرس الأول تقدمت مبادر الضوء بصوت مريم علي يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 229 إلى الصفحة 236 وقف الخصومة في الدعوة يعني وقف الخصومة تجميد إجراءات الدعوة والفصل فيها مدة من الزمن مع الإبقاء عليها وعلى آثارها ووقف الخصومة يتم لأسباب لا ترتبط بمركز الخصوم أو صفاتهم وتستأنف سيرها بزوال الأسباب التي أدت إلى وقفها وهو يكون في دعوة الموضوع دون الدعوة المستعجلة التي لا تتفق طبيعتها مع فكرة الوقف ويتم وقف الخصومة إما بالإرادة أو بقوة القانون أو بحكم القضاء لذلك سنعرض هذا البحث في الأجزاء الآتية يجوز الخصوم أن يتفقوا على وقف الخصومة في الدعوة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ويهدف المشرع من هذه الرخصة إعطاء فرصة للخصوم كي يعيدوا حساباتهم ومشاوراتهم واتصالاتهم بعيدا عن ساحة الخصومة فقد يصرون من خلال الحوار والنقاش وتدخل أهل العقد والحل إلى حل ودي بصدد النزاع المطروح فيكسبون من خلال ذلك سمعتهم وعلاقاتهم وربما ثقتهم ببعضهم مرة أخرى بعد أن تكون الخصومة قد تركت آثارها عليهم فالوقف الودي للخصومة هو هدنة تتوقف خلالها إجراءات الدعوة ويستلزم وقف الخصومة الإيرادي موافقة جميع الخصوم في الدعوة على هذا الوقف مهما كانت صفتهم في الدعوة سواء كانوا خصوما أصليين أم متدخلين أم متخلين ولا يحتاج طلب وقف الخصومة وكالي خاصة لأنه يدخل في باب إجراءات التقاضي بل يستطيع أن يباشرها المحامي دون نص خاص ويمكن أن يقدم الطلب كتابة باستدعاء أو بمذكرة ويمكن أن يقدم على محضر ضبط جلسة المحاكمة دون الحاجة إلى ذكر الأسباب كما يصح طلب وقف الخصومة أمام محاكم الأساس سواء أمام محاكم الصلح أو محاكم البداية أو محاكم الاستئناف ولكن لا يجوز أن يتم أمام محكمة النقد ولا يجوز طلب وقف الخصومة في الدعوة المستعجلة وأن الاتفاق على وقف الخصومة يخضع للقواعد العامة في صحة الالتزامات أو العقود من حيث الأركان وشروط الصحة وعلى المحكمة التثبت من قيامها فإن وجدت خللا أو عيبا قررت رد طلب الوقف والسير في الإجراءات أصولا كما اشترط المشرع أن لا تزيد مدة الوقف الاتفاقي على 6 أشهر حيث تستأنف بعدها الخصومة إجراءاتها بقوة القانون ويبلغ الخصوم إلى جلسة علانية لذلك ولكن يصح أن تكون مدة الوقف أقل من تلك المدة وفي هذه الحالة وبعد استأنف الخصومة من الوقف لا يمنع من إعادة طلب وقفها مرة أو مرات أخرى والشرط الوحيد هو أن لا تزيد المدة الإجمالية عن 6 أشهر حتى لا يطيل أمد التقاضي والاستراكم الدعاء أمام المحاكم وعلى ذلك فإذا اتفق الخصوم على وقف إجراءات الخصومة فإنه يتعين على المحكمة أن تقرع هذا الوقف وإن المحكمة لا تملك الحق في رفض هذا الطلب وإذا كان الوقف يحتاج إلى قرارها بذلك وهذا أمر طبيعي ويستند إلى مبدأ حرية التقاضي ولكن هذه الحرية تكون قائمة قبل رفع الدعوة أما بعد رفعها فإنها تبقى بتصرف الخصوم وإدارة المحكمة وإن أي تعليق يحتاج إلى موافقة الجهات المذكورة الخصوم والمحكمة كي تقرر هذا الوقف لأنهم لا يستطيعون ترك الخصومة دون إجراءات لأن من واجب المحكمة أن تفصل في المعروض عليها من خلال الدعوة مع الإشارة إلى أن قرار المحكمة بوقف الخصومة لا يتمتع بأي حجية بمواجهة الخصوم الآخر الذي يكون له في أي وقت أن يطلبنا المحكمة يعادة السير في إجراءات الخصومة وتبليغ الخصوم الآخر بذلك دون أن يكون للطرف الآخر حق الاعتراض وتبدأ مهلة وقف الخصومة من تاريخ إقرارها في ضبط جلسات المحاكمة أو وفقا للوقت المحدد بدءه من قبل الخصوم أو في قرار المحكمة ولكن لا يبدأ من اليوم التالي قياسا على موعيد التبليغ والمهل التي تبدأ من اليوم التالي ولكن الوقت ينتهي في اليوم الأخير المكمل للمدة حيث يجب بعدها استئنافز جراءات الخصومة بقوة القانون من النقطة التي وصلت إليها ووقف الخصومة من عوارض المحاكمة التي تمنع من السير في الدعوة وعند انتهاء المدة المحددة لوقفها على المحكمة دعوة الطرفين إلى جلسة تحددها للمحاكمة ولا يحق للمحكمة شطب الدعوة قبل التبليغ بالموعد الجديد دون الحاجة إلى مراجعة من أي منهما وإذا تخلفها بعد ذلك تشطب الدعوة توقف الخصومة بقوة القانون في الحالات التي نص فيها على هذا الوقف حيث توجد أسباب معينة وجد المشرع أنه من العدل أن تتوقف جميع إجراءات الخصومة ورفع يد المحكمة عن اتخاذ أي إجراء خلال مدة الوقف وعد كل إجراء يتم خلال الوقف باطلا ولا يرتب أي أثر والوقف القانوني للخصومة لا يحتاج إلى حكم أو موافقة المحكمة أو الخصوم بل يترتب بمجرد قيام سبب من الأسباب التي نص القانون على أنها تؤدي إلى وقف الخصومة وإذا صدر حكم بالوقف فهو معلن للحالة وليس منشئا لها ومن أنثلة الوقف القانوني للخصومة ما نص قانون أصول المحاكمات عليه في المادة 1 على 189 أصول محاكمات والمتعلقة بإقامة دعوة الرد بحق القاضي الذي ينظر في الدعوة حيث رتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوة الأصلي إلى أن يحكم في دعوة الرد بقرار نهائي فالوقف في هذه الحالة يتم بمجرد قيد دعوة الرد في ديوان المحكمة المختصة دون الحاجة إلى حكم وهذا الوقف مقرر لاعتبارات تتعلق بالعدالة من أجل طمأنينة المتقاضيين إلى حياذ القاضي وتجرده وعدم اتخاذ دعوة الرد سببا للتشفي أو الانتقام من طالب الرد وفي حال إقامة دعوة بين مؤسستين حكوميتين يتعين على المحكمة وقف الخصومة إلى حين أخذ رأي الجمعية في مجلس الدولة بذلك أجاز المشرع للمحكمة في غير حالتي الوقف الاتفاقي والوقف القانوني للخصومة أن تقرر وقف الخصومة كلما رأت أن حكمها في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى فوقف الخصومة القضاء يتحقق في إحدى الحالتين إما أن يثير الخصوم مسألة يخرج الفصل فيها عن اختصاص المحكمة وإما أن يطرق طارق على الدعوة يقضي بإيقاف السير فيها حتى الفصل في الطارق وفي كلتا الحالتين لا يجوز المحكمة إيقاف الدعوة إلا إذا كان الفصل في المسألة الأخرى ضروريا للفصل في الدعوة الموقوفة لذا يسمى هذا الوقف الوقف التعليقي أي تعليق الفصل في موضوع الدعوة على الفصل في مسألة أولية لا تدخل في اختصاص المحكمة وعادة ما يصدر الحكم في هذه الحالة بوقف الخصومة في الدعوة باعتبارها مستأخرة إلى أن يبت في المسألة التي علق عليها الوقف إن طلب وقف الخصومة في الدعوة لحين الفصل في مسألة أخرى ضرورية للفصل في الدعوة الموقوفة لا يعد طلبا جديدا لأن الطلب الجديد الذي لا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية هو الذي يكون من شأنه إدخال تغيير على موضوع الدعوة أو يهدف إلى تغيير في صفحة الخصوم وهو غير متوفر في طلب وقف الخصومة في الدعوة لحين الفصل في الدعوة وبالتالي يمكن أن يتم الوقف القضائي أمام محاكم الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية على حد سواء لذلك سنعرض شروط الوقف القضائي للخصومة وبعض حالات الوقف التعليقي وفق الآتي أولا شروط الوقف القضائي يقضي المبدأ القانوني وفقا لما تم التنويه إليه أعلاه أنه لا محل لوقف الدعوة إلا إذا كان الفصل بالمسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها ضروريا لذا يجب قيام مجموعة من الشروط كي تمارس المحكمة سلطتها في وقف الخصومة في الدعوة باعتبار الدعوة مستأخرة إلى حين الفصل في مسألة أولية وهذه الشروط هي 1- أن تثار مسألة أولية في الدعوة تعد المسألة أولية في الدعوة إذا كان يتوقف على حلها الفصل في موضوع الدعوة كمسألة ثبوت الملكية في دعوة إزالة الشيوع وثبوت النسب في دعوة النفقة وثبوت ارتكاب الجاني للجرم من أجل حكم بالتعويض ففي هذه الحالات لا تستطيع المحكمة أن تفصل سلبا أو إيجابا في موضوع الدعوة المرفوع إليها قبل ثبوت المسألة الأخرى وفي الأحوال جميعها يتعين قيام ارتباط بين موضوع الدعوة المنظورة والمسألة التي تستدعي وقف الخصومة وإن تقدير قيام الارتباط من عدمه يعود للمحكمة التي تملك سلطة التكييف الوقائع وتحديد الوصف القانوني الصحيح لتحديد ما إذا كان الفصل في الدعوة المنظورة من قبلها يحتاج للفصل في مسألة أخرى أم لا 2- أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى يقضي المبدأ القانوني أن المحكمة ملزمة بالفصل بالدعوة ولا يجوز وقفها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون أو إذا رأت أن الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى بشرط أن يكون الحكم في هذه المسألة ضروريا للفصل في النزاع القائم وأن تكون هذه المسألة خارج عن صلاحية المحكمة كما أن قيام حالة حرب قريبة من قرية الطاعن يعد من القوى القاهرة التي توقف الخصومة وسريان المواعيد حتى تاريخ وقف إطلاق النار ويجب لوقف الخصومة في الدعوة أن تكون المسألة الأولية المثارة من قبل الخصوم في الدعوة تخرج عن اختصاص المحكمة وتدخل في اختصاص محكمة أخرى سواء كان سبب الاختصاص وظيفيا أم ولائيا أم نوعيا كما لو كانت الدعوة تتعلق بمادة إزالة شيوع وأثيرت مسألة أولية تتعلق بشراء العقار محل الدعوة وكانت القيمة تفوق الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح وإذا ثبت البيع انتهت دعوة إزالة الشيوع عندئذين على محكمة الصلح أن تقرر وقف الخصومة إلى ما بعد البد في مسألة ثبوت البيع وذلك بعد أبراد ما يثبت إقامة الدعوة بمادة تثبيت مبيع أمام المحكمة المختصة وإذا لم ترفع الدعوة وقبل أن تقرر المحكمة وقف الخصومة بالاستأخار تكلف من آثار الدفع بمراجعة المحكمة المختصة خلال مهلة محددة لرفع الدعوة بتثبيت مبيع تحت طائلة صرف النظر عن هذا الدفع والسير في إجراءات دعوة إزالة الشيوع مع الإشارة إلى أنه ليست كل حالات البيع تمنع من السير في إجراءات دعوة إزالة الشيوع بل في حالة وحيدة هي الحالة التي تجعل منطلب إزالة الشيوع غير مجدي أما إذا كانت المسألة الأولية تدخل في اختصاص المحكمة ذاتها وترتبط بالدعوة المنظورة فعندها عليها أن تفصل فيها لا أن توقف الخصومة في الدعوة وليس الضرورة أن ترتبط المسألة الأولية باختصاص محكمة أخرى بل يمكن أن ترتبط بواقع معينة بحيث لا يمكن الفصل في الدعوة قبل التثبت من تلك الواقعة وقد يحتاج ذلك إلى بعض النفقات لإجراء خبرة فنية مثلا عندئذ تكلف الطرف المعني بإسلاف نفقات الخبرة ويمتنى عن ذلك أو يماطل في الدفع فيمكن للمحكمة أن تقرر وقف الخصومة إلى ما بعد تعجيل نفقات الخبرة يجب أن يكون وقف الخصومة إلى حين الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة واكتساب الحكم الصادر فيها الدرجة القطعية يرتبط وقف الخصومة بالاستناد للمسألة الأولية بجدية المسألة ومدى ارتباطها بالخصومة وكل ذلك يعود إلى تقدير المحكمة إلى أن التقدير يجب أن يحمل ما يقوم عليه في الواقع وفي القانون وفي جميع الأحوال فإن الحكم بوقف الخصومة قضائيا يبقي الخصومة معلقة إلى حين اكتساب الحكم الصادر في المسألة الأولية حجية الأمر المقضي به كي تستطيع المحكمة أن تستأنف الخصومة إجراءاتها إذا كان لا يزال لها مقتضى ثانيا تطبيقات على الوقف القضائي يستند الوقف القضائي للخصومة على مجموعة من الأسباب فمنها ما يرتبط بوجود دعوة جزائية لأن الجزائي يعرق المدني أو يوقفه إلى حين البد في الدعوة الجزائية حيث نصت المادة واحد على خمسة من قانون أصول محاكمات الجزائية على أنه يجوز إقامة دعوة الحق الشخصي تبعا لدعوة الحق العام أمام المرجع القضائي المقام لديه هذه الدعوة كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني وفي هذه الحالة يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوة الحق العام بحكم مبرم إذ ترتب مسؤوليتان على الفعل الضار مدنية وجزائية ويمكن للمتضرر أن يرفع دعوة المسؤولية المدنية أمام المحكم المدنية ودعوة المسؤولية الجزائية أمام المحكم الجزائية إلا أنه يتعين على المحكم المدنية في هذه الحالة أن توقف الخصومة في الدعوة المرفوعة أمامها إلا أن يتم الفصل في الدعوة الجزائية بحكم قطعي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن العادية إلا أن سلوك الطريق المدني يمنع من إعادة سلوك الطريق الجزائي فلو دفع بالفائد الفاحشة لم يعد بإمكان صاحب الدفع رفع الدعوة الجزائية بذلك من أجل وقف الخصومة في الدعوة المدنية أما الطرق غير العادية فلا تمنع من السير في إجراءات الدعوة المدنية والوقف في هذه الحالة وجوبي ولا يملك القاضي المدني سلطة تقديرية في عدم الوقف لأن المحكم المدنية ملزمة بالحكم الجزائي لجهة وقوعات جريمة بوصفها القانوني ونسبتها للفاعل لذلك فإن الجزائي وعقل المدني بغض النظر عن الجهة القضائية التي تنظر في الدعوة الجزائية حيث يمكن أن يكون قضاء عاديا أو قضاء عسكريا أو قضاء استثنائيا أو محكمة أمن الدولة وبغض النظر عن المحكم المدنية التي يمكن أن تكون مدنية أو تجارية أو شرعية أو عمالية إلا أن الشيء الأساسي هو أن تكون الدعوة الجزائية مرفوعة فعلا أما إذا لم تكن قد رفعت فإن المحكم المدنية تستمر برؤية الدعوة المسؤولية المدنية بغض النظر عما إذا كان الفعل يشكل جرمان جزائيا أم لا إلا أنه إذا رفعت الدعوة الجزائية بعد رفع الدعوة المدنية فعنده إذن يعود الحكم بضرورة وقف الدعوة المدنية إلا أنه يشترط من أجل وقف الدعوة المدنية أن يكون السبب في الدعويين الجزائية والمدنية واحدا أي أن الفعل المنشئ للالتزام واحد أما إذا لم يقم هذا الترابط فلا محل لوقف الدعوة المدنية لأن علة الوقف تتعلق بالعدالة التي تحول دون صدور أحكام متناقضة لذا يتعين في حالات وقف الخصومة جميعها أو تعليقها بسبب الاستأخار للفصل في مسألة أولية أن يصدر حكم قضائي بذلك وأن الحكم استاطر بالوقف أو بالتعليق يقبل الاستئناف لأنه فصل في مسألة فرعية ترتب عليه نشوء مراكز قانونية جديدة لأن المحكمة انظرت في الخصومة وفحصت الوقائع فيها وتوصلت إلى عدم صلاحية الدعوة للفصل في موضوعها وأن الحكم الاستئنافي إما أن يؤيد حكم محكمة الدرجة الأولى أو يلغيه وفي حال الإلغاء يتعين على محكمة الاستئناف أن تعيد الدعوة إلى محكمة الدرجة الأولى للسير فيها من النقطة التي وصلت إليها لا أن تفصل في الموضوع لأن محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها بعد وبالتالي لم تستنفذ ولايتها وأن تصدي محكمة الاستئناف للفصل في الموضوع يحرم الخصوم درجة من درجات التقاضي أما قرار رد طلب وقف الدعوة لا يقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي وأن استمرار وقف الخصومة الذي قررته محكمة الاستئناف دون أن يكون لإطراف الدعوة يدم فيه لمدة 6 أشهر لا يستتبع شطب استدعاء الاستئناف لأن المحكمة هي التي تقرر وقف الخصومة ولا شأن للأطراف في ذلك أما حالات الوقف القضائي سواء بسبب الاختصاص أم لغيره فهي كثيرة ولا يمكن وضع لائحة حصرية لها وهي تختلف وتتنوع بحسب المواضيع المطروحة في ساحة القضاء ونذكر منها بعض التطبيقات القضائية على سبيل مثال للحصر الآتي واحد اعتبار دعوة تثبيت الزواج مستأخرة ريثما تبت محكمة الأحوال المدنية بتصحيح القيد المدني للزوجة لخروج ذلك عن اختصاص القاضي الشرعي 2- يتوجب توقيف الخصومة في دعوة انهاء عقد الرهن إذا أقام شاغل العقار دعوة تثبيت العلاقة الإيجارية أمام المراجع المختصة باعتبار أن الدعوة الإيجارية تحدد العلاقة القائمة ما بين الطرفين ولوجود ارتباط بين الدعويين لأن كل منهما تتعلق بحق الانتفاع 3- الطعن أمام المحكمة المختصة بوثيقة حصر القرث الشرعي بطلب بطلانها يوجب استأخر النظر في دعوة فسخ تسجيل عقارات مبنية على الوثيقة محل الطعن أمام المحكمة المختصة 4- الدعوة المقامة أمام المحكمة الشرعية بالطعن بوثيقة قرث شرعية توجب وقف الخصومة في الدعوة المقامة بطلب إبطال معاملة انتقال بالإسناد إلى معاملة حصر القرث الشرعي موضوع الطعن أمام المحكمة الشرعية لأنه على ضوء الطعن سيتقرر الورث الشرعيين 5- إذا استبان للمحكمة صحة إقامة الدعوة بتزوير وثائق يبنى عليها الحكم فعليها وقف الخصومة في النزاع لحين البت بدعوة تزوير أو التحقيق في الدعوة أصولا ومناقشة الدفوع المثارة حول هذه الوثائق ومدى حجيتها 6- في حال جوء الخصوم إلى التحكيم يقتضي الأمر على المحكمة أن تقرر وقف الخصومة في الدعوة موضوع التحكيم لا رد الدعوة مع هذه الوقائة فإن الاجتهاد القضائي لم يأخذ بنظرية وقف الخصومة بالاستيناد لطلب استأخار الفصل في بعض الحالات حيث لم يعدها من المسائل الأولية التي تستدعي ذلك ومنها 1- وقف الخصومة في دعوة أجر المثل حتى يبد في دعوة تملك الشاغل للعقار وفيه تعطيل للمادة 825 مدني التي تجعل الحقوق تكتسب وتنتقل بالتسجيل 2- لا محل وقف الدعوة انتظارا للفصل بدعوة الاحتيال المقامة أمام القضاء الجزائي 3- ما دام من سلطة المحكمة الفصل في الدفع المثار أمامها بحسبان أنه من المقرر أن لا محل لوقف الدعوة إذا كانت المسألة التي ترى المحكمة تعليق حكمها عليها من الممكن أن يأخذ حكمها من أوراق الدعوة ذاتها المعروضة على المحكمة فإذا تضمن عقد البيع أن البائع قد باع تمام حصته الارثية لقاء بدل مقبوض فإن المبيع يكون محددا ونافيا للجهالة 3- لا توقف الخصومة في دعوة قسمة المال الشائع نتيجة لتدخل شخص يدعي شراء قسم من المال وإنما تستمر القسمة ويحل من يثبت شرائه محل البائع في استفاء قيمة الحصة المبيعية 4- لا يجوز وقف الخصومة في دعوة الحيازة حتى تصحيح أصاف سند التمليك باعتبار أن تلك الدعاوي لا يتوقف استثباتها على شمول حدود سند التمليك للأراضي المدعبها وعدم شموله لها كذلك لا يجوز المحكمة أن توقف الخصومة في الدعوة وتطلبنا الخصوم استصدار حكم بالملكية 5- إن توقيف أحد المدعب عليهم ليست سببا يبرر وقف الخصومة لأنه يجوز محاكمته أكان موقفا أم لا 6- إن إقامة الدعوة الجزائية بجريمة حلف يمين كاذبة لا توقف نظر الدعوة 7- إن إقامة دعوة ابطال عقد القسم الرضائية أمام محكمة البداية لا يشكل سببا لوقف دعوة تثبيت القسمة التي تكون محكمة الاستئناف قد وضعت يدها عليها بتاريخ سابق نهاية الدرس الأول